فأثناء التدرب على الكمان فرضت الوتر فرضت هذا مي لا ري سول كان لهم لكل وتر وزنية فأنا أضبطه قاعدة أشد ورخي قطعت ذا هذا دفتر التعلم كان مفروض أوزن كل واحدة على ذي واني أشد ذا لا شوفه ما عد صاري طلع صوت سبحان الله ليش أقول لكم السالف هذي لأنه ما في بركة أقول لكم ليش لأني قسيت على أختي أول ما شرينا الكمان كان يعني ما عرفنا نشغل وكان صامت وكل واحد فينا كان يحاول أن الكمان يطلع صوت بعد فترة يعني يصلحنا وصار يطلع هذه الأصوات صار يعني يشتغل أختي وهي تسولف كانت كذا قاعدة تفك هذه وهي تسولف ماسكر كمان وتفك هذه شويلا فرد أنا صمت كتمت قامت تقول لي أفنان خلاص بشتري لك واحد ثاني من فلوسي خلاص أنا صمت من شدة الغضب والحزن فقدت الكلمات معد عندي أي شيء أقوله صمت وهي تتواسيني تقول يا أفنان خلاص بيتصلح يعني هو أصلا ما خرب بس هذا انفك عادي هذا ينفك ويرجع يتركب بس أنا صمت وكلما زاد صمتي كلما هي زادت أنها تقول يا أفنان خلاص بشتري لك ثاني بعدين يوم هي يعني خلاص قامت من الصالة بتروح غرفتها أنا ما استوعبت خلاص خلصت المواساة انتعت طويلة العمر بتروح غرفتها خلاص المهم قمت وضربتها على ظهرها بقوة وهي قائمة رايحة غرفتها وطلع صوت قوي أنا نفسي انصدمت أمي دايما تقول خلاص لا حد يضرب أفنان طبعا ما في حد إلا أختي بشاير دائما يعني إذا تهوشتنا البشار تجي أمي تفزع بس هذه المرة أمي قالت والله ما أفزع لك يا أفنان من صوت الطخ القوي اللي عطيت أختين أنا يعني هي التفت علي وفي عينيها الغضب الأهمى وأنا ما عرفت وش أقول كيف يعني أقولها ما كانت قاسداء أنا حرفيا قمت إليه عندها وضربتها بس أنا فعلا والله ماني قاسدة أنا قاسدة بس مولي يعني ضربة قوية قلمهم أدركت أنه أختي الحين سوف تعطيني صاعقة قوية والتفت عشان أهرب خلاص ما عد في وقت للشرح ما في أصلا مجال للشرح التفت وأنا أهرب هي دائما تحددني بكسر الكمان بكسر الكمان بالذات لما أعزف عليه في الصالة وهي قريب من غرفتها ويزعجها صوتها صوته دائما تقول بكسره وأنا هار با أخدت شلت الكمان بيدي اليسار وشلت القوس هذا اسمه قوس بيدي اليمين يعني إيش يعني يديني الثنتين مشغولات وقفزت من فوق الكنبة الطويلة حقة الصالة قفزت لاعب أولمبي برجليني بس محتجت أي يد وأنا طايرة كنت مصدومة أنه واو أنا عندي هذه القدرات وبنفس الوقت لاحظت أن أختي توقفت عن ملاحقتي وأنا طايرة التفت وإنه يجيني شب شب على فمي شوفوا القناصة على فمي بالضبط أختي أدركت يعني كل هذه الأفكار جت في أعشارة ثانية سبحان الله أدركت أنها لو لاحقتني ما في أمل فاستخدمت شيء أسرع بالوقت وأقل بالجهد اللي هنا ترمي علي شب شب السؤال اللي يطرح نفسه هنا أنا ليش ارتفت لماذا نظرت إلى الوراء لماذا نظرت إلى الوراء كان ما بيجيني شيء كانت ما بذوق طعم الشب شب لو ما لفيت ما أدري أنا ليش لفيت أشوف أنا وجهي ليش ما تلاحقني عموما بعدها بفترة وأنا أتدرب عدت وزنية الأوتار وهذا الوتار لا انفرض فرطة لا عودة فيها يعني مو بزي أختيهم فكتوا عادي يتصلح لا شوفوا انفرض من هنا شوفوا اسمها الأصوات كويس ماثصات كويس كويس ماثصات خرم خلاص هذا بسبب اني ظلمت أختي ترجمة نانسي قنقر